باسم الاب والابن والروح الكدس لله من واحد امين بنطلب من ربنا ان يعيد علينا هذي الايام بخير وبقى كل سلام طيبين ببركة سيوم امنا العدرة مريم وبنطلب شفاة امنا العدرة مريم ان ربنا يتحنل على العالم في وسط هذه الظروف ظروف الفيروس بتاع كورونا ويرفع عننا هذا الوبأ ويفتح لنا ابواب الكنائس زي ما احنا بنصلي في الاوشية وفي الاداس باذن ربنا هناخد مع بعض يعني كده العدد دقايق صغير آية هنتأمل فيها مع بعض وهي آية من رسالة بوليس الرسول الاهل الرمية يسحح اتناشر آية تسعة والآية بتقول المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير والدين بعدكم بعضا بالمحبة مقدمين بعدكم بعضا في الكرامة دي احنا قرينا مع بعض آية تسعة وآية عشرة آية تسعة بتقف لغاية بالخير فالمحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر وده عنوان الكلمة بتاعتنا النهاردة ملتصقين بالخير والدين بعضاكم بعضا بالمحبة دي بداية آية عشرة طيب هنركز مع بعضا لآية تسعة المحبة فلتكن بلا رياء كلمة المحبة بلا رياء دي كلمة رياء دي كلمة مشهورة خالص المسيح رب المجد نفسه كان استخدمها في انجيل لقى برضو اصحاح اتناشر عشان بس نحفظ مع بعض يبقى كلمة رياء دي مذكورة في روميا اتناشر ولقى اتناشر في لقى اتناشر آية واحد المسيح بيقول وفي اسناء ذلك اذا اجتمع عربوات الشعب حتى كان بعضهم يدسونا بعضا ابتدأ يقول لتلميذ اولا تحرزوا لانفسكم من خمير الفرسيين ايه هو خمير الفرسيين يا رب الذي هو الرياء فاذا كلمة الرياء دي كلمة صعبة جدا رب المجد حذرنا منها وبولس الرسول قررها تاني لقى الرمية وقال خلوا بالكم من الرياء فالتكن المحبة بالرياء طب يعني ايه الرياء عشان نبقى مع بعض فاهمين او نراجع مع بعض يعني الرياء يعني ببساطة خالص ان انا بقول حاجة بعمل حاجة تانية او او انا يعني بمعنى صح كلامي افعالي مش ماشين مع بعض بقول لشخص انا بحبك لكن بتضير واكلم عليه كلام مش حلو من وراه ده اسمه رياء رياء بمعنى ان انا آآ بكلم عن شيء يعني مثلا ساعات احنا مثلا مع اولادنا اقول لابني او بنتي حبيبي لازم تحب اخوك او اختك لكن يشوفني ان انا مع اخوي او اختي بنتخانق ده اسمه رياء فاذا النهاردة اول نقطة هناخدها مع بعض وهي لتكن المحبة بلا رياء يعني طب المحبة اللي بير الرياء دي تترجم ازاي بوليس الرسول النهاردة بيوريني ان المحبة بلا رياء دي تتليها اشكال مختلفة اول شكل في المحبة التي بلا رياء هي قراهية الشر في الاسحاح قبل الاية دي تت بوليس الرسول كان بيتكلم عن روح التواضع وروح التواضع دي مهم خالص خالص في الانسان المسيحي والانسان الروحاني ولكن في الاية دي تولي بعديها بيسألنا بوليس الرسول ان احنا نسلك بالمحبة لان فيش محبة من غير تواضع فبحبنا للاخرين كرهنا للشر وان انا اقدم الاخر في الكرامة عن نفسي ساعات الواحد يتساءل سؤال ابونا ايه الفرق ما بين التواضع وصغر النفس الفرق احد احد الحاجات اللي تخلي فيه اختلاف كبير ما بين تواضع وصغر النفس هو المحبة عندما اكون متواضع بمحبة يبقى احد صفات التواضع هي المحبة من غير محبة الانسان مش عارف يتواضع فيجب علي ان انا احب الاخر احب اخوي احب اختي احب جاري احب صحبي احب اخواتي اتعامل مع الناس بمحبة التي هي بلا رياء ترجمتها ايه كارهين للشر يعني مفيش انسان بيحب انسان يتمنى له شر انما اللي يحب الاخر يحب اخوي يحب اخته يتمنى له ايه يتمنى له الخير ويسعى للخير لاجل الاخر يعني لو احنا مثلا اتنين فاتحين محلات جنب بعض وانا شايف ان فلان اللي جنبي دوت في المحل بتاعه بيكسب مبقاش متغاز ومتدايق مقولشش معنى هو بيكسب وانا لا الانسان المحب يقول بركة كل واحد وليه رزقه الانسان المحب ما يبقاش عنده غيرة ما يقولش يا ريت حاجة وحشة تحصل للشخص ده عشان يقفل عشان الناس تجيلي انا وانا اللي اكسب ده الانسان اللي بيعمل كده انسان ما عندهش محبة عشان كده بقول لي السرسول بيحذرنا النهاردة يقول لي خلي بالك لحسن تكون المحبة بتاعتك المحبة برياء بتقول انا عندي المحبة لكن المحبة اللي جواه مش كاملة طيب المحبة كاملة دي معناها ايه؟ معناها نبقى صورة للمسيح احب الاخر الى المنتهى اتمنى الخير لاخويا ما على حتى لو دوت ما كانش في مصلحتي انا لكن في مصلحته هو خير يبقى خير وبركة كارهين الشر في كل شيء وبعد كده بيقول ملتسكين بالخير يبقى انا بدور على الخير بدور على الحاجة اللي تزود المحبة يعني حتى لو اخويا غلطان فيا لكن لأجل المحبة سامحه اسامحه لأجل المحبة ان انا يعني حتى بوليس الرسول كان بيقول اذا كان اكل اللحم يعصر اخي مع ان اكل اللحم مش غلط فلا اكله طب ليه يا بوليس الرسول عشان انا حبي لاخويا يخليني ان انا حتى افكر في مشاعره ان انا ما ازهاش يا فعلا الانسان اللي بيحب يخاف على مشاعر الاخرين ما يقولش وانا مالي ما يقولش ما هو ده حقي لا الانسان اللي بيحب دايما يدور على المحبة المحبة فوق كل شيء عارفين ليه لان لما جوا محب يوصف ربنا في كلمة واحدة قالوا الله محبة يبقى اذن الانسان اللي بيقدم محبة فوق كل شيء هو انسان محب لله وهذا بينعكس على تعامله مع اخوه او تعامله مع اخته لما بقدم المحبة انا بقدم ربنا انما لما بقدم الشر فانا ببعد عن ربنا عشان كده بوليس الرسول كونه كارهين للشر يعني تخيل كده لما في حاجة عارفين الامة وهي حامل في بعض الاكلات كده تبقى حتى مش طيق ارحتها حتى لو كانت كانت بتاكلها قبل كده او كانت بتحبها قبل كده لكن وقت الحامل ده تقل فيه كده يعني بعض الروايح او بعض الاكلات او بعض الاماكن تقولك انا مش مستحملة اكون هنا مش قادرة راحتها بتتعبني واحنا احنا مفقين مساحيين المفروض نكون كده ريحة الشر بتتعبني يبقى عندي حساسية نحية الشر اي شيء فيه شر او شبه شر ابعد عنه وروح ربنا بترشدني لده اقدم المحبة فوقها كل شيء اقدم التسامح فوقها كل شيء اقدم الخير مهما كان التمن بتاعه دي وصيتي لما هعمل محبة لما هقدم محبة وقدم خير بعكس بعكس صورة ربنا اللي جوايا للاخر اللي انا بتعامل معاه اخوي او اختي سواء كان مسيحي او غير مسيحي سواء كان بيحبني او ما بيحبنيش نسمع كتير خالص عن اباء يقولوا حتى يعني اعتقد برضه مذكورة مع ابونا المتنيح ابونا بشوي كامل يذكر قصة عن انسان كان كل ما ابونا يعدي قدامه في الشارع الشخص دوت كان يعامل ابونا باسلوب مززريف لكن ابونا كان دايما يقدم له محبة وجار شخص ده مرة كان غاب وابونا عدا في الشارع وملاقاش الشخص ده فابونا سأل عليه قال فين فلان واكتشف ان فلان تعبان فابونا ما قالش احسن او ريحنا او اخد جزاؤه لا يحكو لنا ان ابونا راح عشان يسأل للشخص دوت والشخص ده من ساعتها بقى احد الناس اللي يعني ابونا كسبوا بالمحبة وبقى ما يشوفش ابونا بعد كده غير لما يجري ويبوس على ايديه ويقول ابونا اذكرني في صلاتك ابونا كسبوا بايه بالمحبة المحبة تكسب الاخر بالمحبة تربح الاخر عشان كده دي يجي بولس الرسول بعد كده يقول المحبة لا تسقط ابدا المحبة لا تسقط ابدا فلان مدايقك فلان مزعلك حبه ابد عن الكراهية ابد عن الشر المحبة المحبة بتاعك سورة ربنا زي ما قلنا الاباء يتكلموا عن هذه الاية ويقولوا الكديس الكديس باسليوس الكبير اللي هو كاتب القدس البسيل اللي احنا بنصليه يقول يليك بالمسيحي ان يكون هادئا في صوته لا يجيب احد او يتصرف مع احد بخشونة او باستخفاف بل في كل شيء يكون حليما مكرما كل احد يعني ايه يعني محب لكل الناس في رسالة بوليس الرسول لكورنسوس الاولى صح 13 بوليس الرسول بيكلم عن فيض المحبة مبررا قوتها وفاعليتها وابديتها بوليس الرسول يوصينا الكديس بوتروس الرسول ويقول لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة شدة المحبة الكديس يوحن يقول ان ممارسة المحبة اشبه بالتمتع بالقيامة فيقول نحن نعلم اننا قر انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة يا فعلا مفيش انسان هتمتع بكوة الايامة اللي احنا خدناها في المسيح عمل المسيح اللي هو تمهمنا على الصليب الا من خلال المحبة لان المسيح على الصليب علمنا قيمة المحبة علمنا المعنى الحقيقي للمحبة علمني انك تحب الاخر الى المنتهى حتى لو الاخر ده ما يستهلش مين فينك ان يستاهل عمل المسيح على الصليب مفيش حد فينا يستاهل يا رب ان انت تيجي وتمر يا رب بكل اللي انت مريت بيه دوت من تعب لدرجة يا رب ان انت تتصلب وتتهان ويتدقى في ايدك المصامير ويتحط يا رب التاج من شكليل من شوك على راسك علشان انا انا الخاطي انت رب ما عملتش حاجة غلط انما انا الخاطي يا رب خليك تعمل تستحمل ده كله علشاني ربنا يقولك المحبة عشان كده ربنا يقول حبوا بعدكم بعضا الاية بتاع النهاردة يعني نفكر نفسنا باق بها المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير اية عشرة تقول وادين بعدكم بعضا بالمحبة مقدمين بعدكم بعضا في القرامة ربنا يديكم نعمة ويديكم بركة بركة هذه الايام بركة صلاة العدرة ام النور الشفيع المؤتمنة لجنس البشر تشفع فينا وتشفع في ضعفنا وتشفع في العالم لاجل اللي ربنا يرفع عنا هذا الوابق وتشفع ان باب الكنيسة يتفتح ونقدر نرجع ندخلول يا رب اما بيتك يا رب فندخله نسجد يا رب امامها هذه هيك الكدسة يا رب ما خفتك شفعت ام النور وبركة صلوات ابائنا وبركة صلوات ابو ابينا البابة تودرس تكون معكم ولربنا المجد الدائم ابديا امين كل سنوان طيبين اختيت اذكروني في صلاتكم سلام موسيقى